سبعة أشهر ونصف مرة منذ إعلان المفوضية عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في عشر تشرين الأول من العام الماضي 34 نائبا عن محافظة نينوى أسماؤهم غير معلومة للأهالية بالسثناء بعضهم وقد تكون المسألة طبيعية إذ أنهم منذ حملاتهم الانتخابية لم يزوروا المدينة ولم يسمع لهم صوت ولم يرى لهم أثر حتى في مجلس النواب في جلساتهم العادية وحتى تلك المصيرية على غرار جلسة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ويرى الأهالي في الموصل أن أغلب النواب الحاليين يمثلون أحزابهم فقط ولا يمثلون المحافظة وأهاليها الذين يتخبطون في الأزمات المتتالية ويدفعون ثمن تقاعس أغلب النواب عن أدائهم واجباتهم المناطى بعهدتهم ما عندهم أي واجبات من ناحية الموصل الموصل من زمانية الموصل من سيء من سيء من سيء يعفون ويصف السبب ويصف الخلل بس ما يشتغلون عليهم بس ما يشتغلون عليهم لا يمثلون أحزابهم مستحيل يمثلون المحافظة مستحيل ما كان هذا حالنا ما كان حالنا ومسلنا المواطن المواطن قيدفع الثم فيما يرى لازم حميد المراقب لشأن المحلي في الموصل أن الوضع في المدينة لم يتغير وظلت الأمور كما كانت في السابق وحتى بعض المبادرات الفردية لعدد من نواب المحافظة لم تؤتي أكلها مؤكدا ضرورة تكوين لوبي برلماني للدفاع عن مصالح نينوة للأسف الشديد بعد مرور أكثر من نصف عام ما شفنا ذلك الشيء اللي كنا نتمنى من أساد النواب لحدنا الأمور كما كانت سابقا يعني موجود بعض التحركات لكن تحركات بدون انتاج بنا نسميه بالعامية بدون انتاج يعني ما يكون نتيجة لحد الآن الأمور كما هي كما كانت سابقا المشكلة أن بعض النواب يدخلون التدخل الفردي أنا دائما أكتبها وأذكرها أن التدخل الفردي مفيد نواب المدينة نواب محافظتين وإذا رادوا يخدمون المدينة يجب أن يتحدوا فيما بينهم بغض النظر عن تكتلاتهم الحزبية وبغض النظر عن ولااتهم المفروض يصير يعني دفاع عن المدينة من الجميع بنفس النفس واحد يعني ويتسطر الإعمار وتوفير فرص عمل للعاطلين أبرز مطالب المواطنين في الموصلة ويتأملون من النواب دفع هذه الملفات العالقة والتي تعد الشغل الشاغل لهم نوفر فرص عمل للشباب حاليا مدارس رغم مضي خمس سنوات على تحرير الموصل من قبضة داعش الإرهابي إلا أن عددا من الملفات ما زالت تراوح مكانها على غرار المنشآت الحيوية وتعوذات مما يدعو نواب نينوى للتكاثف من أجل الخروج بالمحافظة إلى بر الأمان بصورة عامة عند المحافظة راد لشغل والنواب يكون متكاتفين في سبيل إن شاء الله يقومون بأداء جيد للمحافظة ويطلعوا لبر الأمان إن شاء الله بالنسبة للنواب لا ولا بطيء حاليا بطيء لهذا موجودة الأزمة متواصلة وما يعني ما ماكو حل حد عنها والله حال يعني وقع الحال لا يمثلون أحزابهم أي نعم ما يوقع حالهم من يتفع ثمن هذا التطاع أكيد أكيد الشعب والمحافظة نفسه يعني وأمام الانسداد السياسي الراهن وعدم وصول الأحزاب الفائزة في الانتخابات لاتفاق لتشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية بدأ سيناريو الانتخابات المبكرة يلوح في الأفق نشطاء في المجتمع المدني الموصلي يدعون إلى إقصاء نواب محافظة الذين تنكروا لوعودهم الانتخابية بل وعملوا على مراكمة الثروات وخدمة مصالحهم الشخصية على حساب الأهلية اليوم لدينا 34 نائب عن محافظة نهنوة لا يعلم نغير أثنين أو تلاثة من النواب فقط يتكلمون ويد lavorرون عن محافظة نهنوة والبقيات البقية ملتهين أخي بالأحزاب مالتهم بالسفقات يعني الحقيقة كثير من النواب عن محافظة نهنوة حتى من فزا إلى حد لكم لاًا كيفوا أنهم يتكلمون بشيء لكن ك shook مجرم يباعتYE بالسفقات السياسية والفساد يباعتني باحزاب المالته ليش فقط ثلاثة أو أربعة من النواب فقط يتكلمون عن محافظة نهنوة هاليوم نينو عاد عاني ما عاد عاني أزمات كل يوم نحن أزمات أزمة البنزين لحد الآن محد يقدر يحلها جميع أهلنا في محافظة نينو يعلمون هذا الشي يعني ذست العادة الانتخابات هذول اللي فازوا ما يرجع محد أحد ينتخبهم بعد يجوز ينتخبون هم اثنين أو ثلاث البقية محد ينتخبهم أخي ما يقدموا شي لحد الآن محافظة نينو بس مجرد قسمه يمين أو قبل الانتخابات يتكلم مع الكل أستغيروا السيم كارتات أرقام تليفونات حتى ما يجابون المواطن أخي نحن تعبنا وهي ما أول مرة ولا ثاني مرة وإن شاء الله نتمنى بالانتخابات القادمة إن شاء الله ما رح يبقى ولا واحد من هؤلاء الفاسدين يتمثل دور نواب عادة في تمثيل الأهل والدفاع عن مصالحهم وسحصال حقوقهم إلى أن أغلب نواب الموصل السابقين والحاليين يتمحور دورهم فقط في الدفاع عن مصالحهم الشخصية ومصالح أحزابهم وهذا تعاطي والتعامل مع محافظة نينوى وأهلها على أساس غنيمة ومصدر للاستثراء خلق سخطا وعدم رضا لدى الأهلية الذين دعوا النواب إلى القيام بواجباتهم تجاه ناخبهم وتكوين لوب برلماني للدفاع عن المحافظة